يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عندنا مدرس له عناية بالشعر والأدب ومعرفة القصائد يقول في أحد دروسه عن مؤمن آل فرعون إنه نبي من الأنبياء أرسل إليهم فما صحة هذا الكلام هذا حين شاعر تقول أنه شاعر له عناية بالقصائد وما أدري وشه بالأدب وش يجيب له الكلام في الرسل والكلام في الأنبياء يقول له لا يتدخل في ما لا يعنيه مؤمن آل فرعون ما هو بنبي ما ذكر الله أنه نبي وقال رجل مؤمن من آل فرعون ما قال وقال نبي من آل فرعون يا سبحان الله في عجائب عند الناس نعم